جهود جديدة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في عواصم عدة في المنطقة بيدها الكويت ومسقط لإحياء مشاورات السلام اليمنية بالتزامن مع بروز مساعي إقليمية ودولية لوقف الحرب غريفثث التقى في الكويت رئيس الوزراء الشيخ خالد الصباح والسفير أحمد ناصر الصباح مساعد وزير الخارجية بحث معهما فرصة السلام في اليمن معبرا عن تقديره لدور الكويت كان غريفثث زر صنعاء الأسبوع الماضي والتقى قيادات حوثية دون عبد الملك زعيم الجماعة تعرض خلال الزيارة لانتقادات من قادة الميليشيات ووجوم من وسائل إعلامية تابعة لها سبق ذلك مباحثات أجراها مع مسؤولين سعوديين وفي الحكومة الشرعية بالرياض حيث يسعى بشكل حثيث لإقناع أطراف النزاع اليمني بالعودة إلى طويلة الحوار في جولة مشاورات الحل النهائي والتسوية الشاملة رغم فشل تنفيذ اتفاق ستوك هولم الذي وقع قبل عام خاصة البنود المتعلقة بالوضع في الحديدة يرى مراقبون أن كشف واشنطن عن اتصالات ومشاورات مباشرة بينها وبين الميليشيات منذ سبتمبر الماضي وبعض الأطراف الإقليمية ربما شجع المبعوث الأممي على التحرك لإعادة طرح قضية الحل النهائي والدعوة للتفاوض بشأنه في المقابل يرى محللون أن رسائل عدة تمت بدلها مؤخرا بين أطراف الأزمة لإظهار حسن النية بالتوجه نحو وقف الحرب بين تلك الرسائل الإفراج عن مئات الأسرى بمبادرات أحادية وتراجع حدة القتال في بعض الجبهات بما يعزز فرص عقد جولة مشاورات جديدة تكون الرعاية الأممية لها غطاء لتفاهمات أوسع يستفاد من نتائجها في صياغة اتفاق الحل النهائي بضمانات سياسية وأمنية وعسكرية وبما يحقق الشراكة بين مختلف الأطراف اليمنية اشتركوا في القناة